حرية التعبير قبل أن تكون مسألة سياسية هي أساساً مسألة صحية هي تتعلق بصحة الجسد وبصحة العقل إذن تصبح مسألة سياسية عندما تصبح السلطة تريد احتكار هذا الجسد بحيث أن هذا الجسد لا يعيش إلا تحت هيمنتها وحتى تكتمل الصحة يلزم مكونات هذه الصحة تكتمل ببعضها ومن جملة مكونات الصحة السليمة هي حرية التعبير حرية التعبير يعني تمكين الإنسان من ذاته يعني عنده كلاوي عنده رواري لكن عنده لسان وعنده مخ عنده عقل يفكر بيه سلامة العقل في سلامة الجسد يعني عندما نعتبر أن مسألة التعبير هي مسألة سياسية ننزع من الصحة البدنية ننزع منها مكون أساسي ونخرجوه من حقله الصحي ونرميوه في حقل السلطة حقل السياسة لأنه مثلا ماش سياسة بلاش سلطة ولا يمكن للكلمة أن تكون حرة إذا الجسد ما يكونش متحرر كما لا يمكن للجسد أن يكون متحرر إذا لم تكن الكلمة حرة حرة من كل أشكال الهيمنة من كل أشكال الاستبداد والاستعبادة من كل أشكال التسلط نقول من كل أشكال التسلط لأن السلطة السياسية ما هيش وحدها اللي تتحكم في الإنسان التسلط الاقتصادي التسلط الإعلامي التسلط الثقافي ليس التسلط مسألة تقتصر إلا على الأمن كجهاز للدولة كجهاز للحكم كجهاز للسلطة إذن حرية الجسد لكن حرية الجسد ما تكونش بالتباعية ما تكونش حسب الموضة معناة اعتوى نلبسه في العباد العباد يلبسوا حسب الموضة قاش نواقع أنا حر بشنا بس نحب في حين أنه ثمع معناها محاولات للهيمن على الجسد من خلال الإشهار ويصبح الجسد شيئا مصدرا للربح نشيء الجسد نضعه في محل فاعل الفاعل التجاري الفاعل الربحي الفاعل الاقتصادي المتوحش هذا الفن لا يمكن أن يتنساه يعني الفنان لا يمكن أن لا يعتبر هذه المسألة من جوهر المسائل التي يجب التطرق إليها وأن يتمكن الجمهور من فهمها بأكثر بأوسع ما يمكن من الرؤية وأن تكون الرؤية النقدية وأن يكون الفهم واسع وأن يكون الوعي متسع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر